دلوقتي رايح اشكيب الكارت اللي انا عملته من خلال الانترنت اللي هو اسمه مونابانك هروح دلوقتي اسفل مور من كارفان في ندينة بيروك بيتروباسك هباشرح لكم زي عملته وزي حصلت عليها نفطري دلوقتي ان انا احصل على الكارت ابقوا معا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم فيديو النهاردة مونابانك ايه مونابانك دي مين مونابانك دي فيه بنك الكتروني يعني بنك ملهوش مقارات رئيسية يعني ما تقدرش عندوش قاسة ما عندوش حاجات زي كده بنك الكتروني بنك الكتروني يعني تعامل معاه اونلاين البنك ده بنك وهمي ولكن ليه ديسكات او مكاتب داخل مولات وداخل اماكن بتسلمك الكروت بتاعته حاجة كده قريبة من خدمات البيونير وخدمات الباترون والحاجات اللي هي البنوك اللي ملهاش اساس داخل فروق او ملهاش فروق تحديدا داخل الدولة ولكن خدمتها بتقدم كلها الكتروني البنك ده اسمه مونابانك البنك عزرا البنك ده فكرة اوروبية داخل الاراضي الاوكرانية وجدت استحسان من المواطنين الاوكراني شروط ان انت تشترك في البنك ده لان انا روحت اشتركت فيه بنك لازيز جدا وهلكوا ايه الفوائد بتاعته وايه مميزاته ولكن فيه شرطين مهمين جدا لازم نعرفكم البنك ده فقط مخصص ليه حميلي الجنسية الاوكرانية وحميلي الاقامات الدائمة داخل دولة اوكرانيا ماهد معاه يتني جاتي و يتني جتلي او غرجانين اوكر apostل اوكراني تمام؟ يعني مواطن اوكراني او حامل للقامة طيب واحد مع اقامة مؤقتة ما ينفعش واحد مع اقامة مؤقتة بغرض الزواج واحد مع اقامة مؤقتة بغرض الدراسة ما ينفعش ما ينفعش ليه؟ لان البنك lucмотрите بتاعه لانه فيه عنده جزئية ان حضرتك ممكن تاخد يعني تاخد قرد من البنك اونلاين. في مميزات لي الكارت ده اللي هي مميزات ازاي? حاجة اسمها الكاشباك. الكاشباك يعني يعني انت حضرتك اما بتدفع فيه ليه كل شهر فيه عروض بتنزل على الكارت. ده معنى ايه هي العروض دي? يعني بيقول لك الشهر ده مثلا ليه الكاشباك على الريستورانت وعلى المطاعم. المطاعم اناسف وعلى السوبر ماركتات. يعني لو انت اشتريت بالكارت ده فيه بونس بتاخده بيترجع لك فلوس. كاشباك يعني فيه فلوس بترجع لك. يعني انت صرفت تلتميت جريفنة بتاخد كاشباك مثلا عشرين جريفنة او تلاتين جريفنة. يعني انت اخدت مثلا اشتريت بمتين وسبعين في حين ان انت اشتريت بتلتميت جريفنة. فيه على الريستورانت لو انت كرت في مكدونالد كرت في اي مطعم بتاخد كاشباك يعني انت بتاخد خصم بيرجع لك تاني في رصيدك الكاشباك اللي هي بونس او مكاسب بتاخدها نظير ان انت تستخدمك للكارت ده الكارت ده برضك بتاخد كاشباك لو انت استخدمته في الدفع اه في محطات البنزين فبيبقى كل شهر فيه لامت للكاشباك فيه اه فترة من الفترات اللي انت بتاخد عليها البونس بيبدأ تاخد هدايا وحاجات مادية يعني كارت مسلا تاخد تيكت للسينما تروح تحضر في فيلم معين او كده الحاجات دي مميزات بتقدمها او بيقدمها الكارت اليونيفرسال اه بانك اللي هو اه مونا بانك اللي هو يونيفرسال كارت بيبدوها التسجيل في الموضوع ده او التسجيل في البنك ده سهل جدا فيه اول حاجة فيه بتتبعت لك انا هبعتها لك عشان انا هستفيد وانت هتستفيد منها بصراحة اللي هي ايه اللي استفادة لو انت حضرتك بعت لك من خلال المسينجر الانفتيشن الامسن يعني من على المصالة حضرت النبي على الفيسبوك حضرتك اول ما بتاكتف الاب بتنزل اولا من المونا بانك الاب بتاعك على الاندرويد او الاي او اس بتاعك السيستم بتاعك على مبايلك اللي هو الاب بتاعت مونا بان ببعث لك البرجلاجينية او الدعوة حضرتك بتستلامها وبتعمل الريجستريت مطلوب منك كارت الاقامة الدايمة بتاعتك او كارت الجنسية بتاعتك بطاة الجنسية او بطاة الاقامة الدايمة والسوفي نومر او الاندفسيوني كود او الكود الدريبي الورقتين دول مطلوبين وبتبدأ تملى رفايل الانكتة او اللي بتعمل ملء للبيانات والمعلومات على الاب دي مباشرة اللي انت نزلتها على مبايلك بوم انتهى الدقة هيحتاج منك ان انت وقت من الاوقات فيه اوبشن يقولك تصور الاي دي بتاعتك فانت هتصور الاي دي بتاعتك هتصور الكود بتاعتك وكده انت بقيت اكتف هتجيلك رسالة بعد كده على مبايلك هتقولك فين المكان اللي انت هتروح تستلم فيه انا روح تستلمت من اه كارفان في مدينة دينيبرو ليهم ديسك فيه عنوين كتيرة موجودة فانت هتختار منهم العنوان لو حضرتك مش عارف العنوان كويس فانت اكيد معك اقامة دايما مع ان ست زوجتك او عندك حد اوكراني هيقدر يملالك الابليكيشن حاجة تانية حابب اوضحها ومهمة جدا لازم تعرفها ان الاب مفاعل بلغتين اللغة الاوكرانية واللغة الروسية وذلك لان هما دول اللغتين المعتمدتين داخل اه دولة الاوكرانية يعني حضرتك يعني لو انت بتتكلم روسيا او بتقرأ روسيا مش هتلاقي صعوبة ان انت تتعامل مع الاب اللي هو السيستم لو انت حضرتك بتتكلم اوكرانية فبيع وحسنة طبعا ما فيش اي مشكلة تمام خدمة الكارت الكارت ده لي اكسباير اربع سنين زي وزي اي كارت الكتروني اخر من اي بنك اخر فكرة الكاش باك دي مهمة جدا هتاخد هدية هتاخد خمسين جريفنا هدية مقابل الدعوة اللي انا هقدمها لك على المسينجر او المسين بتاع بتاع الفيسبوك وانا كمان هاخد خمسين جريفنا ما انت اخدت خمسين وانا خمسين مقابل الخدمة اللي انا عملتها لك خد مني اللينك هبعط لك اللينك تقولي بس مجرد انت تبعات لي رسالة تقولي على اه صفحة على الفيسبوك تبعات لي على المسينجر تقولي ابعات لي البرجلاجيني او الدعوة هبعتها لك حضرتك هتجي لك اسم رامي فاوزي هتبدأ تسجل نفسك اول ما انت بتسجل نفسك وتجي لك الرسالة وتسترم الكارت وتاكتفه قدام الموظفة هناك اه في المكان اللي انت راح تستلم منه وبتالي في فيديوهات هتظهر دلوقتي وحاجات كده بتظهر وانا بتكلم حضرتك هتخش في رصيدك كاش باك خمسين جريفنا هيخش في رصيدة خمسين جريفنا طبعا خمسين جريفنا ما يجيبوش تمن سندويت شاورمة ولكن دي فكرة مهمة جدا وفكرة لزيزة هتستخدمها في كل شوبين بتاعك فيه فلوس بترجع لك افضل من حاجات كتيرة حاجة تانية مهمة ان انت بتعمل فايل اللي اللي مصر على حضرة النبي للموبايل بتاعك اما تيجي تشحن رصيدك من البنك او بتشحن رصيدك من الاب فبتشحن مجاني من اي وسيلة يعني انت بتشحن من الاب بتاعة مونابانك لكيفستار فودافون لايفسيل او اي او اي او اي شركة بتشحن داخل اا انترنت بتشحن فبسكميسيا يعني بدون كوميشن يعني ما باخدوش منك اي برسن طبعا الامر بيختلف لو انت بتشحن من بريفات بنك زي ما انا بشحن قبل كده سابقا بياخد مني اتنين اتنين جريفنا على كل عملية شحن للرصيد انت هتوفر الاتنين جريفنا بالعكس انت بكل ما بتستخدم بتاخد كاشباك بتاخد بونس بتاخد حاجات ايجابية وعلى الكارت بتاعك الكارت بتاعك شكله لزيز وشكله كويس جدا اا يعني ما عندوش يعني شكله لزيز يعني اسود كده وشكله رائع بصراحة انا معجب بشكله بالخدمات اللي بيقدمها بيدعم خدمات تانية المونابانك ده وانا بصراحة انا حبيت ان انا اعمل فيديو عن الكارت ده مخصوص اولا عشان الخمسين جريفنا بصراحة عشان انا عايز ناس تاخد الخمسين جريفنا وتديني الخمسين جريفنا بانا استفدت برضك وفي نفس الوقت بجد بجد والله العظيم الكارت ده مفيد جدا وحلو جدا في كل الحاجات في عطي التذاكر ما تاخدش منك كوميشن في معاملات كل المعاملات ما بيتاخدش منك كوميشن انصح حاجة واحدة فقط سواء معك جنسية او اقامة دايما ما تاخدش اي كريديت او كريديت او اي كارد لان ده القارد انا ما بحبوش وانا ما بفضلوش انا عندي يعني حاجة اسمها رزروشكا اللي هي تسهيلات في الدفع اما بتيجي تشتريح حاجة وانت معكش فلوسها كاملة دلوقتي بتعمل اه ان انت تعمل اللي هو تسهيلات في الدفع انها تدفع مسلا على ست اقصاد بدون فايدة على عشر اقصاد بدون فايدة والامر ده اه بتدعمه بعض البنوك داخل المحلات التجارية يعني مسلا تلاقي كومفي بتلاقي 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 الحاجات دي اللي هي الدسكات البنوك بتقدم بتتباره بتقديم خدمات اللي هي الدفع مقابل نسبة او بدون مقابل ولكن هي بتلاقي ان في عميل اكتف معها فبتعمل معتها عقد وبعد كده بتقدم له عروض اخرى يا كروض وحاجات زي كده فم يعني ما تهتمش مش ده موضوع ما ومش ده اللي انا بتكلم عليه انا بتكلم على 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 البنك الوهمي اللي ملهوش اي كيان او اي فرق غير ان هو بيتعامل معاك ويقدم لك خدمات رائعة جدا ومفيدة جدا يا رب يا رب ان انتم تشتركوا في الكارت دا او في الخدمة بتاعة مونابانك وتستلموه كارتا يجبكو جدا كارت صلاحيته اربع سنين في خدمات كويسة جدا في خدمة الكاشباكو دي خدمة رائعة جدا بتعمل لك خصمات رائعة كل ما بتستخدم الكارت كل ما بتستخدم اه كل ما بترجع لك بوموس بترجع لك فلوس في الكارت تمام اه اه اللي حابب منكم ان هو يشترك يقول لي ابعت له الخدمة دي على او ابعت له اللي هي بتاعة الخدمة ويشترك فيها قلنا وبعيد وبقرر فقط للناس اللي حاصلة على الاقامة دايما داخل دولة اوكرانيا هي اللي ترسلنا عشان ابعت لها اللينك الناس اللي حاصلة على الجنسية الاوكرانية تبعتلي عشان ابعت لها اللينك الناس الطلاب اللي عندهم اقامة مؤقتة سواء في غرض الزواج او سواء في غرض الدراسة لو سمحت الخدمة دي مش مفعلة ليكم وانا قلت السبب لان فيه القروض ببيعرضها او بتعرضها او شبكة البونابانك اللي هو بتاع البنك وطبعا القروض ما ينفعش ان حاجة تاخد ما ينفعش ان انت تاخد وانت لسه معاك اقامة مؤقتة الفيديو خلص ومتشكر ليكم يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير للفيديو وما تنسوش تزوروا قناتي جديدة اوكرانيا للبيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته